السلام عليكم و اهلا بكم فاكرين الحلقة اللي نشرناها اول الشهر بعنوان الكفيل يصرق الصومال اتكلمنا فيها بالتفصيل عن تحركات اثيوبيا اللي السيطار على منفذ بحري في اقليم صومالي لاند الانفصالي وشرحت لحضراتكم في الحلقة دي ان تحركات اثيوبيا مستحيل انها تنجح لرب دعم مباشر من الكفيل اللي مسيطر على المنطقة دي من سنين واللي حاول انه يعمل فيها قاعدة عسكرية لنفسه ولكنه فشل في تحقيه هدفه فبدأ يحول تواجده في اقليم صومالي لاند لاستثمار في المواني التجارية وقال لك احنا بنستخدم الميناء ده علشان ننقل الجمال من الشرق الاوسط لاوروبا يعني حاجة في منتهى الاستخفاف بالعول ولكن مفيش مشكلة الكفيل يعمل اللي هو عايزه واحنا كمان حنعمل اللي احنا عايزينه في الحلقة اللي فاتت قلت لحضرتك انه مصر بتساعد الصومال امنيا وعسكريا وان الصومال محتاج دعم مصر السياسي والديبلوماسي والاعلامي والعسكري ولكن بحدود ونقصد هنا ان مصر تساعد القوات الصومالية من خلال التدريب مش من خلال المشاركة المباشرة فأي معارك مستقبلية مع اثيوبيا او الميليشيات المتمردة اللي حيتم تمولها وتكوينها في صوماليلاند احنا عارفين طبعا مين اللي حيكونها ومين اللي حيصرف عليها ومين اللي حيستخدمها لضرب المصالح المصرية في الصومال وفي منطقة القارن الافريكي كمان بالكامل عموما اللي اتكلمت مع حضرتكم عليه في الحلقة اللي فاتت اتضح صحيتهم بارحة من خلال المؤتمر الصحفي اللي جمع رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الصومالي حسن شيخ محمود واللي تم فيه الاعلان رسميا من طرف مصر عن مساعدة الصومال سياسيا وعسكريا اذا لزم الامر واذا طلب الاشقاء في السودان ذلك وده يعتبر تهديد مباشر وصريح من رئيس السيسي لاثيوبيا وللكفيل اللي بيصرف عليها وبيارع تحركاتها المشبوهة والخبيثة في المنطقة تعالوا نشوف رئيس السيسي قال ايه عن ازمة المنفذ البحري ونرجع لبعض تاني فيه موضوع ايضا مهم اتكلمنا فيه على خاص يتعلق بموضوع الاتفاق اللي تم ما بين ارض الصومال واسيوبيا فيما يخص ايجاد ميناء على البحر العمر وهنا تحدثنا على ان احنا في مصر كان لنا موقف سجدناه على طول في عقاب هذا الامر ببيان من وزارة الخارجية يرفض التدخل في شؤون الصومال او المساس باستقلال واحدة طراضيها ويرفض هذا الاتفاق واحنا بنأكد ده مرة تانية ان احنا ده كان كان احد النقاط اللي احنا تنوناها في مباحثتنا مع فخامة كده اصبحت مصر رسميا في مواجهة الكفيل في منطقة القارن الافريقي يعني احنا دلوقتي عندنا فريقين الفريق الاول بيضم مصر والصومال والفريق التاني بيضم الكفيل واقليم صومالي لند الانفصالي واثيوبيا فالمفروض انه في مواجهات عنيفة هتحصل ما بين جميع الاطراف دي على المستوى السياسي وقد تتطور الامور لمواجهات عسكرية محدش يعرف ولكن احنا دلوقتي بنتوقع مواجهات عنيفة سياسيا لان رئيس السيسي يوجه رسالة مباشرة لاثيوبيا وذكرهم بالاسم وقال لهم ان انتم بتعملوا ده في اقليم صومالي لند مرفوض تماما وما فيش اي حد حيوافق عليه وان مصر سجلت اعتراضها على التحركات الاثيوبية ارامية الى نزع السيادة الصومالية من سواحلها عن طريق بيانات اصدرتها وزارة الخارجية المصرية وبالتالي لو اثيوبيا عايزة تشترك مع محيطها اللي حواليها في منطقة القارن الافريقي علشان تستفيد من المنافذ البحرية للدول المجاورة لاثيوبيا فده محدش هيعترض عليه وما فيش فيه مشكلة ولكن ان اثيوبيا تقفز على سيادة الدول وتدعم اقليم متماغد انفصالي علشان تستفيد من المنافذ البحرية فده شيء مرفوض تماما تعالوا نشوف رئيس السيسي قال ايه عن النقطة دي تحديدا ونرجع لبعض تاني وانا رسالتي مش هنا لمصر ولا للصومال انا رسالتي هنا للاثيوبيين ان يعني النهاردة انك انت تحصل على تسهيلات مع الاشقاء في الصومال او في جيبوتي او في اريتريا امر متاح بالوسائل التقليدية انك انت تبقى تاخد يعني يبقى ليك فرصة انك انت تستفيد من المواني اللي موجودة في الدول دي امر محدش ابدا يرفضه ولكن محاولة انك انت تقفز على اي ارض من الاراضي عشان تبقى الاراضي دي تم السيطرة عليها بشكل او باخر زي الاتفاق اللي هو مع ارض الصومال طبعا مفيش حد احيوا في عليك اعتقد ان كلام رئيس السيسي واضح جدا والاول مرة من فترة كبيرة اشوف رئيس السيسي بيوجه رسالة بشكل مباشر لدولة معينة وبيقول لها ان اللي انت بتعملي ده غلط وان فيه اساليب تانية احسن علشان نتفاوض ونوصل لحل وعلى فكرة رئيس السيسي لما كان بيتكلم على النوعية دي من الدول اللي كانت بتعمل مشاكل في الاقليم اللي هو كان دايما بيتكلم عليهم بشكل عام ونادر ما كان الرئيس السيسي بيذكر دولة معينة بالاسم يعني ايام المؤطعة مع قطر والخلافات مع تركيا ما كانش بيجيب سير الطاقة قطر او تركيا بشكل مباشر اطلاقا كان بيتكلم عنهم في مجمل حديثه بالمعنى العام ولكن مؤخرا الرئيس السيسي بدأ انه يوجه رسائل قوية لدول بعينها زي مثلا اسرائيل اللي رئيس السيسي وجه لها رسائل مباشرة في خطابات كتير جدا بعد احداث طفان الاقصى مبارح رئيس السيسي كان بيتكلم بشكل مباشر عن اثيوبيا ووجه لها انظار بان اللي بتعمله ده غلط وعيب وما يصحش وان الصومال مش لوحدها وعلى فكرة الرسالة دي مش لاثيوبيا وبس يعني رئيس السيسي مش بيتكلم وبيوجه تحذيره لاثيوبيا وبس لو حضرتك فاكر كده تبقى حضرتك غلطان لان رئيس السيسي بيوجه الكلام لاثيوبيا وللي وراء اثيوبيا سواء كان الكافيل او اسرائيل او غيرهم لان اثيوبيا على الميزان العسكري والدبلوماسي دولة بلا قيمة اطلاقا فبتأكيد هي مسنودة على دول تانية من ناحية الدعم المادي والعسكري واكيد موعودة بحاجات معينة اذا كانت في مواجهات ما بينها وما بين دول كبرى في الاقليم وطبعا على رأسها مصر فبالتالي رئيس السيسي بيقول بوضوح ان الصومال مش لوحده وان اثيوبيا لازم تراجع موقفها وان في دول مش هتسمح بالبلطاجة الاثيوبية على المواني البحرية الصومالية سمع واحد بيقول لي بس انت كاتب في عنوان الحلقة ان رئيس السيسي بيهدد الكافيل وبيهدد اثيوبيا طيب الكلام اللي انت قلته ده امديل ما فيهوش اي تهديد واضح يعني احنا ما شفناش تهديد الرئيس السيسي ما هدددش اثيوبيا ولا هدد الكافيل بصورة واضحة حاول لحضرتك الرئيس السيسي من المعروف عنه انه شخص هادي وغزين جدا والكلام بيطلع منه بحساب وبالقطارة ولكن مع ذلك الرئيس السيسي هدد اي طرف يضغ مصالح الصومال وقال ناصلا ان الصومال مش لوحدها ومصر لن تسمح باي ضرر بالصومال ولا تختبره صبر مصر يعني يا كافيل ويا اثيوبيا حاولوا تتعاملوا باحترام لان البلطاجة اللي انتم بتعملوها في اقليم صومالي لاند مفيش منها نتيجة ومصر هتحمي الصومال خصوصا ان الحماية دي جاي بطلب من الصومال نفسه فالموضوع هنا هياخد بعض مختلف تماما تعالوا نشوف الرئيس السيسي هدد الكافيل واثيوبيا ازاي ونرجع لبعض تاني بالمناسبة انا عايز اقول لنا كلنا ان الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها يعني لها حقوق في وطبقى اللي مساق الجامعة في الدفاع المشترك عن اي تأديد لها واحنا طبعا مش بنقول الكلام دوت يعني بنهدد حد ولا حق احنا بنقول ده عشان الناس تبقى فاهمة احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال ومش هنسمح ان حد يمس الصومال وانا بقول الكلام ده منتقى الوضوحة محدش يجرب مصر محدش يجرب مصر ويحاول يهدد اشقائها خاصة لو اشقائها طلبوا ان احنا نبقى موجودين اعتقد ان الكلام اللي قاله رئيس السيسي واضح جدا رئيس بيقول ان الصومال طلبت الدعم من مصر ومصر استجابت لطلبات الصومال في الحماية وفي الدعم السياسي والديبلوماسي يعني ان الاخر اللي هيدور الصومال هيدور مصر واي تحريض على انفصال اقليم صومالي لاند اكيد مصر هترد عليه هتقول لي مصر هترد ازاي هقولك لا دي حاجة بقى مش بتاعتنا دي حاجة تخص الدولة المصرية سواء هترد سياسيا او هترد عسكريا او هترد باي طريقة كانت دي مش مشكلة ولكن المشكلة الحقيقية هي ان الكافيل واثيوبيا هيبدأوا في التحشيط ضد الدولة الصومالية في اقليم صومالي لاند من النهاردة وخلي بالك انه لا الكافيل هيحط قوات ولا اثيوبيا هتحط قوات عسكرية ولكن الكافيل هيدعم القوات الانفصالية ويخلي الصوماليين في مواجهة بعضهم وحيقعوا دهوه يتفرج بمبدأ هات الفشار يا ولد وتعالى عالي التلفازيون وبالتالي هتبدأ عملية واسعة جدا من عسكرة الاقليم وتحويله الاقليم خاضع لحكم ميليشيا زي ما الكافيل عامل بالضبط في السودان الكافيل للأسف نجح في انه يحول ضرفه لاقليم خاضع لحكم ميليشيا فهل مصر هتسبق الكافيل بخطوة علشان تحمي السيادة الصومالية ولا هنشوف صراع عسكري ضخم في اقليم صومالي لاند؟ انا عن نفسي اتمنى ان الدورة المصرية تتحرج باقصى سرعة لمنع تكوين اي ميليشيات في اقليم صومالي لاند لان الكافيل مش هيرتاح غير بعد تكوين ميليشيا تحمي انفوزه في الاقليم الانفصالي وتحمي كمان الوجود الاثيوبيا على سواحل الاقليم بالشراكة مع تواجد الكافيل طبعا فهل يطرح نشوف اصطدام عنيف ما بين الدولة المصرية وما بين اثيوبيا وكافيلها؟ ولا الموضوع ممكن ينتهي وديا لانه ما فيش حد حيكون كذبان من الصراع ده اتمنى حضراتكم تشاركوني بقراءكم في التعليقات في النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصري العظيم تحيا مصر تحيا فلسطين حرة مستقلة وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى